تمام? السؤال اللي بعد كده سلامه عليكم والدكتور محمد ابني عنده عشر تشهر حلو لسه ما بيعرفش يقعد هل ده عادي؟ تمام هو الطفل بيقعد ما بين عمر ست شهور وتسع شهور بس فيه فرق ما بين الجلوس وما بين حفظ التوازن أثناء الجلوس يعني ايه؟ فيه ناس سيلوات يمكن تقولي يا فرحتي يعني هو قاعد كده راح واقع ايوما هو ده المطلوب فهو بيبتديها كده بيبتديها بالقاعد عشان كده دايما نقول إيه؟ لما الطفل يقعد كده حطه حواليه بخدات أو انتي يقعودي جنبه واسنده كده بتاعه وقعده في ستيكه عشان يتعلم بس فكرة الاعاد فكرة الجلوس وده ما بيبقاش إلا الفترة قصيرة بعد كده وهتلاوه هو يزهق ويعايز يتشال تاني وحاجات كده خلاص؟ فهو طبيعي يعني هو لسه في الرنج الطبيعي يعني يا دوبك هو راح نحية لحد الأقصى إنما أنا مش عارف في السؤال مقصود بيه عدم حفظ التوازن وده ما بيحصلش إلا يعني في شهر التاسع والحاجات دي كلها من بعد التاسع يعني خلاص؟ ولا أنه هو مش قادر يقعد نفسه يعني هو مش عارف يقعد يعني مش متخش بقصد يعني فارد نفسه كده لما بديه كده قاعده وما بيقعدش لازم يبقى فيه فرق لو هو لسه ما بيحفظش توازنه ما فيش مشكلة خالص إنما لو غير قابل للجلوس أصلا في سن ده عشر تشهر لا ده يستوجب المراجعة الطبية وبالمناسبة عدم القدرة على الجلوس أو المشي أو الوقوف طبعا في النص كمان يعني الجلوس ووقوف مشي أو تأخرهم قوي عن المعدلات الطبيعية ده بيكون دلالة على نقص الكالسيوم مش بس التسنيل نقص الكالسيوم فيتامين دال فدي نقطة مهمة يعني للطفل ده تحديدا لأصحاب السؤال رجعوا مستوى الكالسيوم في الدم ومستوى فيتامين دال ده هيفرق معاكو جدا تمام مش ما تدلوش أدوية كده لازم تعملوا تحليل السؤال بعد كده أعراض التسنين تمام هل أعراض التسنين ممكن تأثر على العين تكون العين فيها عماص ولا ما فيش علاقة وتخلي الطفل ينام كتير في الشهر العاشر طيب أولا من أهم أعراض التسنين إنه أحيانا العينين تبقى فيها إحمرار أحيانا يعني هو التسنين بحسب المنطقة يعني هو تأثيراته بتكون على المنطقة دي شايفين أنا عمالة شاور فين؟ خلاص كده؟ بيبقى فيه ألم الطفل يشرق نتيجة إنه بيبلع عريقه لأن الريالة بتبقى زايدة حكاية بقى العين لأ مش واردة قوي مع التسنين فمجازا كده في الطب يبتغي نقول إيه وارد أن يكون للطفل بعض يعني التأثر بإحمرار العين لحاجة بسيط إنما العماص لما العين فيها عماص لا نقف هنا بقى يبقى هنا يوجد التهاب ولو طفيف وإن شاء الله يبقى طفيف بس وقى العماص ده يعني إيه يعني إخدوها قاعدة كده العين محمرة ماشي يعني فيها بقى غبارة ترابة نزلت بتاع حاجة كده بشكل عام إنما العين اللي فيها عماص لأ ممكن يبقى فيها التهاب أو يكون فيها حاجة في القنوات الدمعية مش مظبوطة تكون حاجة أحد القنوات الدمعية تكون تسدت أو مزدودة أو ما إلى ذلك تمام؟ طيب يبقى إحنا المطلوب إيه؟ مطلوب إن إحنا ممكن نعيد استخدام أنا بقول له ممكن نعيد استخدام القطرة اللي قالوا لكوا عليها ساعة الولادة مو ساعة الولادة بنقول له مهاته الأباء فيه قطرة كده وقائية بتبقى للعين نعيد استخدامها 3-4 أيام متمردين في اليوم خلاص؟ اتحسن الطفل تمام فضلة الحالة زي ما هي مش هتسوق يعني فضلة الحالة زي ما هي لأ بنروح للتخصص بتاع العيون هل الطفل بقى ينام كتير؟ لا ما ينامش كتير إلا إذا كان الألم شديد قوي فالطفل هنا بقى ينام من الألم يعين فهنا برضو لا يعني لازم المفروض في الشهر العاشر ينام أكتر من عشر ساعات متواصلة يعني قصدي مش متواصلة يعني بيبقى وسطهم طبعا رضاعة أو كده تمام؟ السؤال بعد كده دكتور محمد لو سمحت طفلة عندها خمس سنين المفروض وزنها الطبيعي يكون قد إيه؟ طيب المفروض إن معادلة الوزن اللي بتدينا يعني شكل تقريبي للوزن المثالي في العمر بتنتهي عند خمس سنين يعني ده الحظ يا المعادلة بتقول إيه؟ العمر بالسنين في اتنين زائل تمانية يلا نطبقها على طول يبقى الطفل اللي عنده خمس سنين أو طفل عندها خمس سنين يبقى كام؟ ها عشرة زائل تمانية يبقى كام؟ يبقى تمنتاشر يبقى الوزن المثالي للطفلة اللي خلصت العام الخامس مش في بدايته طفلة أو طفل خلصنا العام الخامس يكون وزنه المثالي تمنتاشر كيلو هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل انتظرونا بقى في الجزء الثالث والأخير من الحل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر